اشتركوا في القناة اختتمت فعاليات مهرجان العيد الوطني لسباق الخيل الذي نظمه نادي راشد الفروسية وسباق الخيل على مدار يومي الخميس والجمعة وذلك بإقامة السباق الثامن لموسم السباقات والذي أقيم على كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجال سموه سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ ناصر بن خالد بن حمد آل خليفة وسموب الشيخ سلمان بن خالد بن حمد آل خليفة بالإضافة إلى كأس العيد الوطني برعاية وزارة الإعلام ويأتي هذا المهرجان تزامنا مع احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعى مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية كما حضر الأمسية الختامية للمهرجان عدد من أصحاب السمو والعديد من الشخصيات البارزة إلى جانب حضور جماهيري كبير وقام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قدم سموه كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر كما قدم سموه كأس الشوط الثالث إلى المالك الفائز محمد خالد عبد الرحيم وكأس الشوط الخامس إلى المضمر الفائز عادل عبد الله فيما قدم سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة كأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز ألين سميث وكأس الشوط السابع إلى المالك الفائز جاسم محمد فيما قدم سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة كأس سموه إلى سمو الشيخ خالد بن علي آل خليفة كما قدم كأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة كما قدم سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام كأس العيد الوطني إلى المالك الفائز إبراهيم العفو وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن فخره واعتزازه بحضور فعاليات مهرجان العيد الوطني لسباق الخيل الذي نظمه نادي راشد الفروسية وسباق الخيل مؤكدا سموه أن هذا المهرجان يمثل مناسبة رياضية مميزة تحتفي بالموروث البحريني الأصيل وتجسد حب أهل البحرين لرياضة الفروسية وسباق الخيل التي تعد جزءا من تاريخنا وثقافتنا وأشاد سموه بالتنظيم المميز للسباق الثامن لموسم السباقات وقال سموه إن إقامة هذا المهرجان في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني المجيد يعكس ارتباط رياضة الفروسية بتاريخ مملكتنا العريق كما يمثل منصة لتطوير هذه الرياضة وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي وأضاف سموه نحن فخورون بما شهدناه من مستويات متميزة للخيول والفرسان المشاركين والتي تؤكد التطور الكبير الذي تشاده رياضة الفروسية في المملكة كما أن هذه الفعاليات تبرز حرصا على الحفاظ على التراث البحريني الأصيل وتطويره بما ينسجم مع رؤية المملكة الرياضية الشاملة هذا واختتم سموه تصريحه بتوجيه الشكر لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ولكل القائمين على تنظيم هذا المهرجان متمنيا المزيد من النجاح لرياضة الفروسية في البحرين ومؤكدا حرصه على دعمها ومواصلة العمل على تطويرها اشتركوا في القناة